الفعل المثال هو الذي يكون أول حرف علج أن يعطينا مثالا نعم وصل صحيح بالنسبة للعمل على هذا التطبيق بالهاتف النقال كما تلاحظون هنا لاحظت شكل صبورة خلفية الخلفية موجودة في جوجل يعني نكتب خلفية على شكل صبورة وطلعوا إلى الخلفية هنا في الأسفل عندي علامتها زائد كما تلاحظون هنا على مجال زائد هي هذه من هنا نضيف من هذا المكان نضيف مثلا صور وفيديوهات أي شيء نضيفها نضيفها إذن نبدأ هنا في الأسفل عندي كوبي عندي ميزيك عندي تكست غالبا غالبا نعمل على تكست أولا تكست مثلا نخطر أي عنوان مثلا المفعول به مثلا المفعول به نختار هنا عندي الألوان نختار أي لون بغيت تحكم فيها في المكان هنا أو في الوسط إذن هذا عنوان الدرس مثلا نضيف مثلا تكست أخرى مثلا أمثلة أمثلة أيضا نضيفها هنا يمكن أن تحكم بالألوان بلاطاية ومجموعة من الأشياء وكنت تبع يعني فقرات حتى فقرة المهم في هذا كله هو أنه كما تلاحظوا هنا في الأسفل هنا هنا عندي المنصة الأشياء كما تلاحظوا عندي المفعول به هي الأولى ثم تبعها أمثلة هنا سنعمل هنا نستطيع نطول هذه الصورة نستطيع نطول فيها كما تشاهد هذا نستطيع نستطيع نطول كيف ذلك وأننا سنضيف نفس الصورة سنضيف نفس الصورة سنضيف في الصورة كما تلاحظوا كما تلاحظوا هذه الآن ونضيف الأمثلة نكتب هنا الأمثلة إذن دائما بالتكست نضيف الأمثلة ثم هنا عندي الصوت يعني كما تلاحظوا هنا الصوت هنا نقوم بالتعليق هنا نقوم بالتعليق العلامة ونرشع دائما إلى المكان للتعليق ونريد أما المثلة المثلة إذا تريد الظهر هي الثانية هنا كنت تحكم فيها يعني إمتى تظهر هذه الأمثلة هذه يعني ماذا تظهر في الأول ولا تظهر هي الثانية هنا المفعول به إذا طويلت ركعني سيبقى المدة كامل زمانية إذا أريد إظهر في الأول ويختفي نقلس هنا ثم سيبقى المفعول به ثم سيختفي ثم سيختفي سيزيد الأمثلة يختفي ومن بعد سيزيد الأمثلة ودائما سيضيف هذا الشريط سيضيف بصورة أخرى هذه الخلفية الخضراء كما تلاحظوا لدي اوديو كي نضيف التعليق على هذا العمل ثم نضيف ثم نضيف إضافة فيديو ونضيف تقطيع ونضيف إضافات بالنصوص والكلمات فهو تطبيق فهو فعال جدا ومزيد لتعمل به في الهاتف دينا ومزيد بالتعليق للجميع إن شاء الله